أهلا بكم في أول فيديو من يوميات مصر في ألمانيا إذا أنت مكرر أنك تعيش في ألمانيا أو تكمل درستك في ألمانيا لازم تحط في اعتبارك أن عددهم وتقالدهم مختلفة عن أنت متعود عليها القوانين مختلفة و اللغة مختلفة بس هذا فراي ليس بيمثل عائق قدامك بالعكس بيفتح لك فرصة أكبر أنك تتعرف على العالم الحواليك أنا بجي ألمانيا من صغري كنت باجي مع أمي وأبويا وأخويا بس أنك تجي كزيارة أو كسياحة مش زي أنك تعيش هنا طبعا بتاخد الخبرة بس مش الخبرة الكافية أنك تعيش هنا أنا لما جيت من سنتين وده طبعا لما قررت أن أنا أكمل حياتي وأبني حياتي برا مصر في اختياري كان ألمانيا لما جيت الوقت كنت الواحدة تماما وده ما كانش سهل وفي نفس الوقت ما كانش صعب لأن أنا بطبع شخص فدوي بحب أسأل كتير وهما بيحبوا ليسأل كتير بس عشان تاخدوا الأجوبة الصحة لازم تسأل الأسئلة الصحة وده اللي هحاول أشعره في الفيديوهات الجاية وحاول أقدمه في الفيديوهات الجاية إن شاء الله الفيديو ده بس مقدمه صغير اللي هعمله وطبعا إذا حد عنده سؤالي وأنا في محضور أن أرد مش هتردد وفضلا والله إسأمرا عايزين تشاريوه مع أصحابكو مع الرائبكو براحتكو بس ودي نوع وقت شكرا في الفيديوهات الجاية ساري